أعلنت وزارة التجارة والصناع اليوم إغلاغ ثلاث محال تجارية وتحرير سبعة محاضر ضد نتيجة عدم الانتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وقالت التجارة أن فرقها التفتيشية رصدت 125 جمعية عاونية وسوقا مركزيا ومحالا تجارية وبسطات للخضروات للوقوف على مد التزامها بالمحافظة على ثبات أسعار المنتجات هذا وأعلنت الوزارة السماح بتنظيم إقامة مهرجانات وعروض التسويق الخاصة بالسلع في الأسواق المركزية وفقا للاشتراطات ومعايير إدارة حماية المستهلك مشددة على ضرورة التزام الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار عدوى كوفيد-19 والصادرة عن السلطات الصحية في البلاد